استعاذة بالله من كل شيطان وبسملة بالرحيم الرحمن وحمدا للواحد الديان والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه في كل حال وآن وعلينا معهم بإحسان إلى يوم الدين الإخلاص سر النجاح إن الله تعالى خلقنا لعبادته ولعمارة الكون قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لكن أساس العبادة الإخلاص قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ومتى علم الله من قلب عبده الإخلاص فتح له القلوب الناس فالإخلاص يظهر على وجه صاحبه سيماهم في وجوههم من أثر السجود الإخلاص يأخذ الإنسان إلى السر الخفي فيما بينه وبين ربه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فالقلب هو محل نظر الرب وإذا أخلص القلب أخلصت سائر جوارح الإنسان وعلى الإنسان أن يعبد الله تعالى كأنه يراه فإن لم يكن يرى الله فإن الله يرى الإنسان والإنسان لا بد أن يتيقن من هذا الأمر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين على الإنسان أن يكون مخلصا في شتى أمور حياته في عبادته في علاقته بالناس في علاقته بعمله فيما بينه وبين ربه إذا كان بالسر الخفي مخلص فإن الله ينجيه من كل كرب ومن كل هم ومن كل غم وحتى من الشيطان لأن الشيطان لما طرد من رحمة ربه تبارك وتعالى من الجنة قال لربه فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين والإخلاص هو سر خروج الإنسان من أي أزمة ففي قصة امرأة العزيز ونبي الله يوسف قال تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أرأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ومن ثمرات الإخلاص أنه يغفر الذنوب ويستر العيوب ويجعل الإنسان في سعادة وهدوء وأمن وأمان وطمأنينة يذكر ربه تبارك وتعالى ويشكره ويصبر على ابتلائه واختباره ودائما يكون بين الشكر وبين الصبر من المؤمنين لكن إذا نظر العبد منا فوجد في نفسه الإخلاص وعلم الإخلاص فإن الإخلاص الذي هو فيه يحتاج إلى إخلاص وهذه هي حقيقة المعادلة إذا علم الإنسان من حال نفسه الإخلاص فإن الإخلاص الذي هو فيه يحتاج إلى إخلاص حتى لا ينتقل إلى الرياء والشبهة فيراء الناس قال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ومن ثمرات الإخلاص أن العبد يقوم بالعمل حسبة لربه تبارك وتعالى لا ينتظر شكرا ولا جزاء من العباد قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور اعلم أسعد الناس من أسعد الناس ومن سار في حوائج الناس وقضى للناس حاجتهم قضى الله له حاجتهم ومن سار بين الناس جابرا للخواطر أدركته العناية الإلهية حتى وإن كان في جوف المخاطر بما؟ بإخلاصه وبسر علاقته الخفية ما بينه وبين ربه إن الله تعالى يطلع على ما في القلوب فأصلح ما في القلب يصلح ما في سائر الجسد ويظهر الإخلاص والسر والإصلاح على الوجه اللهم يا عالم السر منا لا تكشف الستر عننا وعافنا وعفو عنا وكلنا حيث كنا يا رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ حبيبك المصطفى منا ومن ذوينا السلام يا عالما لا يعلم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم